بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور أحمد عطياد دهشان ودي قناة الدكتور أحمد عطياد دهشان النهاردة الجماعة جايين نتكلم معاكم بشكل مختصر عن علاج السمنة إحنا جايين نديك علاج السمنة بشكل كامل أنا عرفك كل المعلومات اللي كل الأطباء بيوبقى المعلومات دي لازم تكون موجودة عندهم علشان يعرفوا يتعاملوا مع الحالة بس في البداية مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها ما نتكلم عن الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها نتكلم عن الناس اللي عندها امراض مزمينة زي مرضى الضغط والسكر والقلب وتصلب الشرايين والناس اللي عندها امراض عضوية او الناس اللي عندها حمل زيادة على عضم والركب فجاء لها مشاكل في الاعظام المختلفة نتيجة هذا الحمل جاء لها امراض مختلفة يا جماعة لازم نبعرفين ان السمنة دي تحمل على جميع عضاء الجسم واي دكتور شاطر يجيله حالة عندها اي مشاكل معينة ويلاقيها تخينة يقول لها روح الدكتور التغذية وهو ماشي مع البرنامج العلاجي مع نزول الوزن ده كده مين الفئات تاني حاجة تاني سؤال تاني احنا نعرف الوزن الصحي بتاعنا ازاي يا جماعة في حاجة اسمها الـ Body Mass Index اللي هو مؤشر كتلة الجسم دي بنقسم الوزن على مربع الطول الناتك بتاعنا لو طلع من 18 ل 25 ده الوزن الصحي ما تخافش عن نفسك لو اكتر من كده من 25 ل30 بنطلق عليها زيادة وزن لم تصل لمرحلة السمنة من 30 ل35 سمنة بالدرجة الاولى من 35 ل40 سمنة بالدرجة التانية من فوق ال40 بتبقى سمنة مفرطة يبقى احنا كده ولو اتكلمنا عن اقل من 18 ونص هنا حيث بس احنا دورنا دلوقتي بتكلم الناس اللي عندها سمنة يعني فوق الثلاثين من 18 ونص ل25 ومعا هذي القاعدة اللي تطلق على الناس لعيبة كمال الاجسام طب هيتطلع يوزن نفسه ويلاقي نفسه وزن ومعادي مؤشر الكتلة للجسم لانه عنده زيادة في الكتلة لحد هنا كده بقى كويس عرفنا ان احنا نقيم نفسينا عندنا زيادة في الوزن عندنا سمنة من الدرجة الاولى عندنا سمنة من الدرجة التانية هبقى محتاجين ان احنا نزبط نظام غذائي محسوب السعرات الحارية وبنأكد في كل النظام الغذائي الصحي هو النظام الغذائي المتوازن المتنوع المتكامل اللي بيحتوي على كافة العناصر الغذائية من الكربوهيدريت من الفات من البروتين من الفيتامين من المنرال من المية من الفايبر يعني فيه كل العناصر الغذائية اللي احنا محتاجينها مش يديك حاجة ونظام مش عارف ايه ويعمل تقنين بشكل كل الشي معين يا جماعة احنا محتاجين لكل حاجة جسمنا محتاج لكل حاجة بالنسب بتاعتها يبقى محتاجين ان احنا نحسر سعرات حرينعمل نظام غذائي تمام عملنا النظام الغذائي بتاعنا اللي هو المحسوب السعرات تعالنا بقى نخش على النقطة اللي هي الناس بيقول ايه الادوية اللي احنا ممكن ناخدها الادوية اللي احنا ممكن ناخدها ديها بمالباش انت بيجي لنا الايادة طبعا بقعد معاك كده اخد منه معلومات كاملة السن والوزن والطول والحالات الصحية وهل بياخد ادوية معينة وعنده ضغطة او سكر عنده مشاكل صحية معينة ايه السبب ان هو فكر ان هو ينزل في الوزن طب هو حاول ان هو ينزل في الوزن مرة تانية ما حاولش كل هذه المعلومات بين جماحة بحيث ان هنا بقى عندنا صورة كاملة وبرضه من ضمن الاسلة لها بنسألهم بقى عشان نكتب الادوية ما نيجي نكتب روشيتة ليهم السؤال الاول ايه هي نوعية الاكل بيأكل ايه بالزبط فبيقول لي لا انا باكل من كل حاجة واكل منوع فقل له يعدد لي كده الحاجات اللي انت بتاكلها فبالفا يعني بيأكل من كل حاجات مثلا كربوهيدريت وفات بروتين يعني نقدر نقول ان هو الاكل بتاعه منوع بس عنده زيادة في الوزن النوعية اللي زي كده نقدر نديها اه حاجة اسمها الشيتوكال ما نيجي نقول مثلا ولكن ادوية الدواء الواحده مش كافي الحياة النفسية المتفقلة لها دور كبير جدا في الالاج الناس اللي بتعاني من العصبية الضغط الالأ التوتر كل الحاجات دي تلاقيها بتغفرز هرمونات معينة في الجسم بتقلل من عملية الحر وتمثيل الجزائي وبالتالي ترسيب الدهون داخل الجسم يبقى احنا محتاجين نظابة الحالة النفسية بتاعتنا طبعا الرياضة الرياضة من اهسل الحاجات اللي انت ممكن تعملها اللي تحسن بها الحالة النفسية اقول لها دكتور بس انا مش متعود انا قاعد في البيت طول اليوم انا قاعدة في البيت طول اليوم اه ما بخرجش من برا البيت بس على قد عمل البيت وما بقدرش ان انا اطلع على المشاية جوه البيت ما فيش مشاية في الجنينة اللي حوالين البيت طب ما فيش جنينة نتمشى شوية يوميا حتى لو نص ساعة الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة رياضة ديها فواد كتيرة جدا بس اي حاجة بدون رياضة رياضة لازم نغايب بص يا جماعة قاعدة اساسية اذا اردت تحقيق شيء لم تحققه من قبل فعليك بتكوين شخصية لم تكونها من قبل اذا اردت تحقيق شيء لم تحققه من قبل فعليك بتكوين شخصية لم تكونها من قبل عايز تكون شخصية شخص فتنس كده وعضلات وقوة وطاقة وباور عالي يبقى أنت لازم تمشي على نفس الخطوات اللي هو ماشي عليها عشان توصل لنفس النتائج لازم الرياضة الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة لو أنقعد كده من دلوقتي الحاد سنة قدام نقول الرياضة وفي الأخير عملت الرياضة فأنا كده كن نجحت المهمة بتاعتي يبقى قلنا الرياضة مع الرياضة نظابة الحال نفسية من خلال اللي نحن نلعب الرياضة يوميا حتى لو نص ساعة تمشي شوية جاري لو أنت بقى شوية تقدر أنت تعمل شوية حاجات رأس اعمل رؤوسي في البيت يا شيخة رؤوسي في البيت ويعملي كل اللي أنت عايزاه مدومتي حنزل شوية سعرات حرية عن طريق الطاقة اللي انخرجها سواء كان في الرأس أو الجاري أو كده بس ما تعمليش كده وده من الناس لا نحرض على الفسق والفجور يبقى احنا دلوقتي يا جماعة عايزين نتكلم بشكل بسيط الرياضة عشان نحسن الحالة النفسية بتاعتنا ومع الرياضة نشوف لو أنت الأكل بتاعك منوع بنده حاجة اسمها الشيتوكال الشيتوكال بيتاخد قبل الأكل بربع ساعة بشكل بسيط قوي لازم لازم مع الشيتوكال وانا بناخد نشرب كميات كبيرة جدا من المياه عشان ده ينزل لنا الدهون في البول والبراز بتاعنا هيبقى بالضبط الدهون دي لو مش بنشرب معها كميات كبيرة من المياه فالدهو مش ليه فايدة يبقى شربوا كميات مياه كبيرة مع الشيتوكال علشان نسيح الدهون ممكن بيكون نسيح الدهون لكن مش تنزل معنا في البول والبراز ممكن تنشف تاني وترجع مرة تانية الدهون بالضبط دي يا جماعة عمنا بالضبط زي الزبدة الزبدة ديت لو حطتها على ناري لا يحصل هتسيح طلعتها من نار وحطتها شوية في البرودة إلا هيحصل هتنشف هترجع تاني زي ما كانت فتا تلقاين بتاخد دواء بيسيح لنا الدهون جوه الجسد لكن مفيش كميات مياه كافية تنزل لنا الدهون ديات معنا في البول والبراز فتلقاين هيحصل لنا بقى المشكلة الخطيرة هيحصل لنا المشكلة الخطيرة ان احنا ما بنستفيدش من الدواء يقولك الدكتور الداني الدواء بتاعي بتاعه لكن ما عملش نتيجة معاي لا هيعمل نتيجة في حالة وحننشرب كميات مياه كبيرة علشان الدهون بتاعتنا تنزل معنا في البول والبراز على الأقل من 3 إلى 4 لتر ماية يومياً لو هتأخذ الدواء مش هتأخذ الدواء خلاص ممكن بقى الرياضة ومع الحاجات التانية اللي احنا قلنا عليها منظام الجزاء لكن انت عايز تأخذ حاجات وتجيب نتائج معاك سريعة ونتائج تكون مرضية بالنسبة لك وصحية مع الرياضة وتحسين الحالة النفسية المنظومة المتكاملة بتاعتنا هتبقى دفعة قوية جدا لنا ان احنا ننزل بشكل سريع يلا بحنا كده قلنا أول حاجة الشيتوكال بتأخذ لو الأكل منوع بنأكل من كل حاجة وعندنا زيادة في الوزن بنأخذ الشيتوكال وبنأخذه قبل الأكل بربع ساعة الحاجة التانية برضو ما نيجي نتكلم لو الأكل بتاع فيه دهون كتير يعني مثلاً يعني هو طبيعة الأكل اللي هو بيأكله أنا عادت معاه وعرفت ان هو أكثر أكله دهون ده طب ده بتعمل معاه زي بين الديول ومادة فعالة اسمها أورليستات مادة الأورليستات هتمنع من امتصاص الدهون وبالتالي ودي برضو نقدر نقول ان احنا بناخدها قبل الوجبة بنص ساعة على كوبايتين مية بنأكد على شرب كميات كبيرة جداً من المية ما ناخد الأورليستات يبعنا كده قلنا للشيتوكال في حالة الأكل المنوع قلنا في حالة ان هو لو بيأكل دهون أكثر هناخد المادة الفعالة اللي هي الأورليستات وديت موجودة في منتجات كتيرة جداً في الماركت زي الزينيكال وغيرها ضغطة سريعة لو انت بصلاً ولكن بتاخد أي أدوية سواء كان الشيتوكال أو الزينيكال حاجات ديت الدهون بتاعتنا اللي موجودة جوى الجسم ديت برضو حاجة مفيدة فهي ما بتنزل بتاخد معها الفيتامينات فضروري وإحنا بناخد مع الشيتوكال أو الزينيكال بناخد مالتي فيتامين معين علشان نعوض الفيتامينات اللي بيتم فقدها مع الدهون علشان ما يحصل لنضيناش المشكلة اللي بتحصل مع أغلب الناس اللي يقول لك يا دكتور أنا بدوخ عندي ضربات قلبي سريعة ده أنا مش عارف عندي مشكلة عندي رعشة في إيديا ليه ما هو؟ عندنا نقص في الفيتامينات نتيجة نزول الدهون في الجسم فلازم نعوضها في هيئة فيتامينات لو بيأكل دهون أكتر بنيدوله المادة الزينيكال بنيدوله الأورليستات أو اللي موجودة في الزينيكال لو الشخص بيأكل ناشهويات أكتر يعني زي الرزو والمقارونا بيشغال بقى أي حاجة فيها عيش ورزو ومقارونا بيأكل بيدوس بقى في الحاجات ديت بناخد مادة فعالة اسمها الجلوكوزانول الجلوكوزانول المادة ديت مفيدة جدا هتمنع لنا من امتصاص الكربوهايدريت بس بنأكد بشكل مستمر بالنسبة للناس اللي هتاخدون يعانون الأوين اللي لازم ياخدوا معهم بالتفايتامين يفضل مع كل الأنواع تخدوا بالتفايتامين علشان نمنع الأثار الجانبية من نقص الفيتامينات إن احنا ناخد الفيتامينات بشكل منتصم عن طريق مكمل معين بعد ما ترجع للدكتور بتاعك يبا احنا كده عارفنا كل التفاصيل الخاصة لو انت بتاكل دهون أكتر هتاخد إيه؟ لو انت بتاكل ناشوات أكتر هتاخد إيه؟ لو انت أكلك منوع هتاخد إيه؟ يبا احنا كده عارفنا كده الأدوية اللي ناخدها مع كل الناس ديت نقدر ناخد حبوب اسمها البران حبوب البران ديت ممكن ناخد منها حبيتين قبل كل وجبة بس مع الزباردو بنأكد مع شرب كميات كبيرة جدا من الماء حاجاتة يا جماعة لو مشيتوا عليها مع نظام غذائي سليم مع شوية رياضة والله لا تلاقوا على الأقل كده في الشعر ما لا يقل من 10-15 كيلو ونزول صحي بس عشان فيه رياضة وفيه نظام غذائي وفيه دواء وفيه حالة نفسية كويسة تلقيا هنلاقى فيه نزول بشكل سريع ناخد أي دوء من الأدوية ديت ماخد ناخد مع عملت فيتامين عشان نقلل من الآثار الجانبية لنقص الفيتامينات نتيجة نزول الدهون معنا في البول والبراز شكرا لكم كان معاكم دكتور أحمد عطيه دهشان دمتم بصحة وعافية